السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الأوفياء في قناة موجز الأخبار يتجدد موعدنا اليوم مع جديد الأخبار والآن إليكم أبرز العنوين رفع قيمة جوائز الجزائر لحفظ القرآن الكريم من سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون وفتح تحقيق في ملابسات حادث سقوط مروحية عسكرية تطبيقا لتعليمات الفريق أول سعيد شنقرحة وأيضا أمطار رعدية بداية من اليوم على عدد من ولاية الوطن وكذلك فيات الجزائر تعلن عن أسعار سيارتها الجديدة بعد التخفيض وقبل البدء في التفاصيل الرجاء متابعين لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوما لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع تفاصيل مع أول خبر كشف سيادة وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بالمهدي عن موافقة سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون على رفع قيمة المكافآت المالية المخصصة للفائزين بالمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده بداية من الطبعة القادمة في كلمة له بمناسبة الحفل الاختتامي لفعاليات الطبعة التاسعة عشر للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم مساء يوم الأربعة بالجزائر العاصمة حيث أكد سيادة وزير الشؤون الدينية بأن رئيس الجمهورية وافق على رفع القيمة المالية المخصصة للفائزين بهذه المسابقة وكما ثمن سيادة الوزير قرار الموافقة على النظام التعويذي للإمام المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالقول أنه القرار الذي أثلج القلوب ويستحق التثمين والعرفان وأبرز كذلك وزير الشؤون الدينية بأن كل هذه الإشارات والدلالات تؤكد رعاية الدولة الجزائرية لأهل القرآن وخاصته وهو ما يتجلى في رعاية رئيس الجمهورية لهذه المسابقة وكما ذكر بالمناسبة بأن هذه الفعاليات الروحية والتي تأتي تزامناً مع إحياء ذكر ليلة الإسراء والمعراج المباركة تشكل فرصة لتجديد عهد الوفاء مع القضية الفلسطينية والتي حذيت وتحظى بالدعم الدائم للجزائر وأضاف في ذات السياق بأن تكريم الحافظين لكتاب الله تكريماً لذكر شهداء الجزائر الذين مكنت تضحيتهم من جعل الجزائر روضا من رياض القرآن الكريم وكما يذكر بأن حفل اختتام الطبعة التاسع عشر للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم جرت بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون الدينية والزاوية والمدارس القرآنية محمد حسوني ووزيرة العلاقات مع البرنامج بسمع زاور وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر وكذلك مع خبر ثاني مغير وهو السقوط في حدود الساعة التاسع ليلة من يوم الأربعة حوامة العسكرية قتالية تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة وهذا أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة مما أصفر عن استشهاد تاقيمها المتكون من ثلاثة أفراد بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني وكما تقدم الفريق أول رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي بتعازيه إلى عائلات الشهداء العقيد عمارة ريضا المقدم جلال يسين والرقيب المتعاقد بالغربي محمد وكما أمر كذلك الفريق أول سايد جنقريحة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث وكذلك مع خبر آخر مغير وهو كشف مصالح الديوان الوطني الأرصاد الجوية عبر نشرية لها عن عودة تساقط الأمطار وهذا على عدد من مناطق الوطن وحسب المصدر نفسه فإن المناطق الغربية والوسطى ستشهد أجواء من مخشات إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الغربية أواخر الصباحة لتلتحق بالمناطق الوسطى بداية من الظاهرة من نهار اليوم وكما أشارت مصالح أرصاد الجوية إلى أن هذه الأمطار تكون غزيرة محليا خلال الليل وتكون على شكل زخات مطارية رعدية وفي السياق ذاته نوهت نشرية بأن المناطق الشرقية ستميزها أجواء مخشات خلال الصباحة لتتلبد السماء تدريجيا مع تساقط بعض الأمطار أواخر النهر حيث تكون غزيرة محليا وعلى شكل زخات رعدية على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس خلال الليل وعلى المناطق الجنوبية فستكون أجواءها من مخشات غالبا إلى غائمة محليا على الجنوب الغربي للوطن شمال الصحراء ومنطقة الوحات مع تساقط بعض الأمطار المحلية خلال الليل كما ستكون أجواء من صافية إلى مخشات جزئيا على باقي المناطق الجنوبية وكذلك مع خبر أخير حيث أعلنت يوم الخميس فيات الجزائر عن تخفيضات في أسعار خمس موديلات من مركبتها وحسب بيان لذات الشركة فيات الجزائر فإن الأسعار الجديدة دخلت حيزة تنفيذ بالتاريخ الفاتح من شهر فيفري 2024 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنا متابعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقوا في المتابعة ليسلكم جديد الأخبار في الجزائر ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى مجهز أخبار آخر إن شاء الله